السلام عليكم و محبا بكم في هذا الفيديو جديد الذي سيهتر على واحد الثماتيك التي نحتم بها كلنا هي لأنه علش التلميذ يقرأ لكي يجبونكم انا جيهان كوتش مدرسية وتنعلم التلميذ كيف يقرأون منهجية الدراسة لكي نرى حياتهم الدراسية والعامة لماذا تتقرأ؟ هنا كثير من الناس الذين يقرأون غير بشيء بشيء من العائلة إذا لم يكن بشيء للأب والأم بشيء للأستاذ هذا شيء طبيعي بحيث أنه دراسة صغيرة منذ يكون بين سنين وثنين عام تقرأ بشيء 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 وعندما يكون تلميذ تتكلمت لكي نرى بشيء من هذه التماتيك بشيء 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 ويبدأ يقرأ لأنه يريد أن تعلم بشيء 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 واحدين آخرين لكي يقدر يتعلم الحاجة حيث تقرأ الأستاذ الذي تقرأ على وجه ما تتعجب لكي تصرف لكي يكن لكي يؤدي إذا الأستاذ لم تبقى لكي موتيفا لكي تكتر يعني كل شيء لا تريد التقرأ ثاني الواحد يدخسه يبدأ يتعلم الراس ويبدأ يعيش الراس وماشي باش يعيش وماشي باش يعيش فارغ بلايزير للناس هاد القضية هاد مهمة علش تنقلها حيث بزاف ديال التلاميذ تيوصلول لزيكول سوپيريور ليناء لغاند زيكول دي كوميرس وزيكول بريبا ويبدأوا يقرأوا فارغ بلايزير اما الأستاذ او لا يجيبوا ديبلوم لأيديهم وفنالما ليتوصلوا بدك الديبلوم ما تيوصلوا بدك خدمة اللي غادي ديروه ويتدخلوا ان ديبراسيون فارغ ما عاشوش الراسون هاد يسو راند كونت بانهم يدوا فارغ بلايزير هاد يتدخلوا لك الرابيليون ديال انه دراسي وانا نعيش الراسي وانا نعيش الراسي وكسي بريفراب نقص عليك ذاك اللي فارغ كله وانا نعيش دابور لرسك من اللغة انا اتدخلوا بهذه النصيحة بانكم ستقرأوا لرسك بلدوك تقرأوا لرسك لفار بلايزير موسيقى 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 موسيقى